بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ من أهم مسائل التوحيد مسألة البداء وفي الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ ما عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ كَمَا عُبِدَ بِالْبَدَاءَ وقبل أن نتكلم في هذا الموضوع لا بأس بتقديم مقدمة مختصرة تتعلق بالقضاء والقدر كلنا نعلم أن لله سبحانه وتعالى قضاءً وقدرًا ولكن لعل الكثيرون لعل الكثيرين لا يعرفون معنى القضاء والقدر فكل أمر وكل حادثة مجهولة لا تعرف أسبابها تنسب إلى القضاء والقدر إذا شاب مات ولم تكتشف العلة في موته يقال قضاء وقدر إذا حادث سير صار ولا نعرف العلة في ذلك نقول قضاء وقدر لكن الأسباب المعروفة لدينا ننسبها إلى أسبابها إذا واحد كان مبتلى بالداء الخبيث مثلاً وعجز الأطباء عن علاجه ومات نقول مات بسبب الداء الخبيث مثلاً فالأسباب المعلومة لدينا ننسب مسبباتها إلى أسبابها لكن المسببات التي أسبابها مجهولة ننسبها إلى القضاء والقدر مع أنه كل ما يحدث في العالم من شأه أو من مناشئه القضاء والقدر ومعنى القضاء والقدر معنى واضح لغة وشرعاً لأن القضاء في اللغة هو الحكم قد يكون حكم تكويني وقد يكون حكم تشريعي الله سبحانه وتعالى حكم حكماً تشريعياً بعدم جواز عبادة غيره الآية تقول وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهِ يعني شنو وَقَضَى رَبُّكَ يعني حكم حكماً تشريعياً بدون إجبار يعني أمرك بأن لا تعبد إلا إياه لكن إذا واحد أراد أن يخالف الله سبحانه وتعالى يعطى الاختيار يطبق هذا القرار والحكم التشريعي أو يخالف هذا الحكم التشريعي وفيعبد الأرباب المتفرقين الحاكم الذي يحكم في المحكمة يسمى قاضي لماذا؟ لأنه يصدر حكم حكم تشريعي وقد يكون حكم تكويني لأن الحكم التشريعي معناه طلب شيء من فاعل مختار هذا حكم تشريعي الله حكم علينا بالصلاة والصوم والحاج والجهاد وما إلى ذلك هذا شنو؟ حكم تشريعي يعني طلب منا أمرنا بالامتثال مع جعل الاختيار بأيدينا وقد يكون حكم تكويني يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك الفعل مباشرة بدون أن يطلب ذلك الفعل من إنسان مختار كقوله تعالى فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ يعني شنو فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ يعني الله سبحانه وتعالى حكم حكما تكوينيا بأن تكون هذه السماوات التي كانت واحدة أن تكون سبع سماوات فحكمه التشريعي بمعنى طلب الفعل من فاعل مختار أو حكمه التكويني بمعنى أنه يفعل ذلك الفعل بدون أن يطلبه من غيره بدون أن يأمر غيره بذلك هذا يسمى القضاء هذا الحكم فعندما نقول قضاء وقدر يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى له مجموعة من الأحكام التكوينية بالنسبة إلى هذا العالم يعني إذا واحد سقط من شاهق من مكان عالي وقع هذا الإنسان تتهشم عظامه وقد يموت هذا سقوط من فوق إلى تحت ضمن دائرة حكم تكويني من أحكام الله سبحانه وتعالى شنو ذلك الحكم؟ هو أن الله سبحانه وتعالى جعل الجاذبية في الكرة الأرضية ولذلك إذا جسم ثقيل كجسم الإنسان سقط من مكان مرتفع الحكم التكويني في هذه الكرة الأرضية أن الجاذبية تجذبه فلذلك عندما يرتطم بالأرض يتهشم مثلاً عظامه تتهشم هذا قضاء يعني شنو؟ يعني حكم تكويني من الله سبحانه وتعالى وأما القدر فهو معناه الحاجم نحن هم نستعمل هذه الكلمة في استعمالاتنا اليومية بهذا المقدار واحد يروح يشتري يقول بهذا المقدار مثلاً كلمة المقدار مستعملة في استعمالاتنا اليومية بنفس المعنى كلمة القدر يعني حاجم كل شيء الله سبحانه وتعالى جعل له قابلية وحاجم فلذلك إذا مثلاً سيف هذا السيف أصاب جداراً لا يقطع الجدار لماذا؟ لأن مقدار وقدر الجدار هو أنه الحديد السيف لا يؤثر فيه لكن إذا هذا السيف سقط على جسم إنسان اللحم والعظم قابلية ومقدار وحجم هو أنه السيف يشقه فالقدر معناه أنه كل شيء الله سبحانه وتعالى جعل له مقدار وقابلية وحاجم نمثل فهذا مثال بسيط إذا طائرة هذه الطائرة الوقود الذي جعل فيها البانزين بمقدار خمسمائة كيلومتر مثلاً زيان هذه الطائرة إذا طارت وقطعت مسافة خمسمائة كيلومتر الوقود ينتهي ونتيجة انتهاء الوقود شنو هو؟ سقوط الطائرة هذه الطائرة عندما سقطت سقطت بقضاء من الله وقدر يعني شنو بقضاء من الله وقدر؟ يعني الله سبحانه وتعالى حكم حكم تكويني أن هذه الطائرة لأنها جسم ثقيل الجاذبية تسحبها فإذا استعملنا قانون آخر اللي هو قانون الريح هذه الطائرة لا تسقط إذا المحرك توقف عن العمل قانون الثاني اللي هو قانون الحركة على الريح يتوقف فالجاذبية تجذب هذه الطائرة سقوط الطائرة كان بقضاء من الله؟ نعم لأن الله هو الذي حكم حكماً تكوينياً بالجاذبية وكان قدر لهذه الطائرة نعم لماذا؟ لأن حجم الوقود التي كان فيها الذي كان فيها بمقدار خمسمائة كيلومتر فإذا تجاوز هذا القدر هذا المقدار زين؟ ينتهي القابلية فإذا انتهت القابلية القضاء اللي هو الحكم التكويني يجري هذا في كل شيء كل حركاتنا كل سكناتنا محكومة بقضاء من الله وقدر ولذلك في حديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن الإمام كان جالس بجنب جدار فأراد هذا الجدار أن ينقض يسقط هذا الجدار فقام أمير المؤمنين من تحت ذلك الجدار وانتقل إلى مكان آخر فقيل لأمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ قال أفر من قضائه إلى قدره شنو معنى هذه الكلمة؟ قضاء الله أنه إذا جدار من لبنات ومن آجر ومن طين طابوق إذا سقط إذا هذا الجدار كان مائلا زين؟ فالجاذبية تجذبه ولعله يسقط هذا حكم تكويني فهذا القضاء الحكم التكويني أنا فررت منه يعني خرجت من هذا القانون إلى قانون آخر يعني إذا واحد راح في مكان لا يوجد فيه جدار وإذا الجدار سقط لا يتأذى إلى قدره يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل لي مقدار قابلية الحياة يعني الإنسان بشكل طبيعي يعيش ستين سبعين ثمانين تسعين سنة مثلاً لكن إذا سقط عليه جدار عمره عشرين سنة يموت فقابلية الجسم للاستمرار في الحياة موجودة الله جعل قابلية لهذا الجسم في الاستمرار بالحياة لكن إذا سقط عليه الجدار هذه القابلية تنتهي فأني أفر من قضاء الله يعني هذا الحكم التكويني إلى قدره يعني إلى القابلية التي جعلها في جسمي للاستمرار في الحياة فنحن بعض الأحيان الأسباب الظاهرية نعرفها فننسب المسببات إلى أسبابها لكن بعض الأحيان الأسباب ما نعرفها لا نعرف الأسباب مو معنى أنه الأسباب ما موجودة أسباب موجودة لكن نحن لا نعرفها فلذلك الأسباب اللي ما نعرفها ننسبها إلى القضاء والقدر مع أنه كل شيء حتى الأسباب التي نعرفها مربوطة بالقضاء والقدر إذا طائرة سقطت إذا اكتشفوا سبب سقوط الطائرة يقولون السبب الفلاني الخلال فني كذا سبب سقوط الطائرة لكن إذا ما اكتشفوا السبب نقول قضاء وقدر مع أنه حتى مع اكتشاف السبب هو قضاء وقدر ومع عدم اكتشاف السبب قضاء وقدر زيان القضاء وقدر هو جبر لا القضاء وقدر ليس بجبر الإنسان في كثير من الأحيان يتمكن من تغيير القضاء وقدر يعني شنو يتمكن من تغيير القضاء وقدر يعني الإنسان هناك حكم من الله سبحانه وتعالى حكم تكويني يخرج نفسه من تحت ذلك الحكم إلى حكم آخر وذاك بمشيئة من الله سبحانه وتعالى مثل قضية الجدار اللي أمير المؤمن قام من تحت ذلك الجدار مو مثل بن باز عنده فتوى أنا شفتها في بعض الكتب يحرم استعمال حزام الأمان مو بالسيارات يستعملون حزام الأمان يحرمه ليش؟ يقول لأنه يمنع من قضاء الله وقدر إذا صار حادث فهذا الحزام يمنع من أنه أنت الله قدر عليك الموت بس هذا الحزام منع الموت وكأن الحزام يتمكن من منع القضاء والقدر الله سبحانه وتعالى جعل مجموعة من القوانين أنت لازم تسير طبق هذه القوانين إذا ما سر الطبق هذه القوانين راح تصاب بضرر وهذا الضرر قضاء من الله وقدر لكن السبب أنت إذا واحد ألقى نفسه من شاهق ومات هذا موت بقضاء من الله وقدر نعم لكن السبب منه والمقصر منه هو الإنسان لأنه بسوء اختياره جعل نفسه عرضة لقانون الجاذبية مع أنه كان يتمكن من أن لا يجعل نفسه عرضة لهذا القانون يعني اللي ميذب نفسه من السطح ولا يصاب بضرر لأنه لم يجعل نفسه عرضة لقانون الجاذبية لو كان جعل نفسه عرضة لقانون الجاذبية كان يتحشم باختياره بيده نعم بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يقدر بعض الأمور هذه خارجة عن اختيار الإنسان لأنها خارجة عن اختيار الإنسان ينبغي ويجب على الإنسان أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لكي يبعد عنه السوء مثلا واحد سائق يريد يسافر من مدينة إلى مدينة أخرى زين يستعمل سيارة من الجهة الفنية ما بها خلل هو أقود بالمقدار المناسب وهو يعرف السياقة بطريقة صحيحة ويستعمل ويراعي قوانين السير في السرعة الزائدة والسرعة القليلة وكذا هذا الإنسان الشيء الذي عليه من مراعاة مجموعة من القوانين راعاه السيارة سليمة هو مسائق يجيد السياقة ويواظب على قوانين المرور زين هذا الإنسان إذا كان يستعمل سيارة فيها خلل لعله في وسط الطريق نفس هذا الخلل يسبب حادث لكن إذا استعمل السيارة الصحيحة السليمة ذلك الحادث ما رح يصيبه فهذا الإنسان هل يضمن أنه فتسيارة من الأمام تأتي خاصة في الطرق الضيقة وسائق تلك السيارة لم يراعي القوانين أو لا يعرف السياقة أو يغفو مثلا ما نايم ومع ذلك يسوق وفجأة يغفو في حالة السياقة أنت السائق الذي راعيت كل القوانين هل تضمن أن ذاك السائق الثاني الذي يجي من الأمام هم يراعي نفس القوانين مو بيدك هذا مو باختيارك كثير من الأحيان يصير حادث سير يجون شرطة المرور يقولون المقصر السيارة الأولى مثلا أما السيارة الثانية مو مقصر سائقها بس مع ذلك أصيب بضرر بكسر أو موت أو نقص عضو أو ما إلى ذلك هذه أسباب خارجة عن اختيار الإنسان من ذاك السائق يراعي أنت كيف تضمن ذلك تلك الأسباب التي هي خارج عن اختيارك وخارج عن يدك كيف تضمنها هنا الله سبحانه وتعالى عند قضاء وقدر لكن جعل أسباب غيبية هذه الأسباب الغيبية تبعد عنك القضاء والقدر الله من لطفه بيّن لنا هذه الأسباب الغيبية هذه الأسباب الغيبية شنو هي الدعاء الصدقة صلاة الرحيم التوسل وما إلى ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى كثير من الأحيان الإنسان بالدعاء يغير القضاء يغير القدر يعني مو هو يغير القدر الله سبحانه وتعالى من لطفه شاف هذا يدعو فيستجيب دعاء ويغير القدر تغيير القدر شنو هو هو البداء البداء يعني الله سبحانه وتعالى قدر لك الموت في هذا اليوم لكن بالدعاء الله يغير القدر الذي قدره لك بالصدقة الله سبحانه وتعالى يغير ذلك القدر هو سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب كما جعل أسباب تكوينية كذلك جعل أسباب غيبية إذا أحنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يغير مقاديره لا يغير قضاءه لا يغير قدره ندعو شنو في هذا الدعاء إذا الله مقدر علي الموت دعوت أو لم أدعو راح أموت دفعت صدقة أو ما دفعت صدقة راح أموت وصلت الرحم أو لم أصل راح أموت فليش الإنسان يدعو ليش الإنسان يدفع صدقة ليش الإنسان يفعل الأفعال الحسنة ويجتنب عن الأفعال السيئة لو لا تغير القدر يعني الله يغير القدر ما كان معنى لا للدعاء ولا للصدقة ولا للصلاة الرحم ولا إلى ما إلى ذلك فما عبد الله بالشيء كالبداء يعني الله يغير تقديره لو أنت دعوت لو أنت عبد أنا أدري أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء أروح أدعو عندي مريض أخشى إذا أدري أن القدر لا يتغير ليش أروح أدعو قال بالناس هكذا لكن أعلم بأن الله قادر على تغيير ما قدره أروح أدعو أروح أتوسل أدفع الصدقة أفعل المبرات أجتنب عن الأفعال السيئة التي هي تكون لها نتائج سيئة في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالس مع أصحابه أو مع بعض من أصحابه فمر رجل حطاب يعني يروح للصحراء يحتطب فرسول الله صلى الله عليه وآله قال كلام ما معناه أن هذا الشخص مقدر أن تلدغه حية في هذا اليوم ويموت بلدغتها وقت غروب الشمس أو بعد غروب الشمس أيضاً الرسول صلى الله عليه وآله كان جالس مع أصحابه ولعله كان في المسجد فمر هذا الحطاب وعلى ظهره محتطبه فالأصحاب تعجبوا وقالوا يا رسول الله أنت قلت بأنه هذا هذا اليوم مقدر أن تلدغه حية ويموت من لدغتها فالرسول قال نادو حتى نشوف شنو القضية فعندما صاحوا نادو جاء زيان يريد يستريح لحظة يقعد فالحطب اللي على ظهره وضعه على الأرض بمجرد أن وضع الحطب على الأرض خرجت حية سوداء من هذه الحطب اللي كان محتطبه فالرسول صلى الله عليه وآله قال ما معناه أن هذه الحية كان مقدر أن تلدغ هذا الشخص بس ليش ما لدغتها نسأله ماذا فعلت قال آني كل يوم عندما أذهب للاحتطاب أجلب معي قرصي خبز قرستين خبز لأنه من الصبح إلى الليل أروح للإحتطاب وكنت في بعض الطريق فرأيت فقيرا فتصدقت بأحد القرصين لهذا الفقير فالرسول صلى الله عليه وآله قال أنه هذا كان مقدر أن تلدغه هذه الحية وأن يموت لكن بهذه الصدقة الله سبحانه وتعالى غير التقدير الله يغير التقدير لأن الله قادر كما أن الله سبحانه وتعالى جعل القدر والتقدير هو أيضا قادر بأن يغير ذلك القدر والبداء دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى الله صحيح قدر لكن بعد التقدير معاجز عن تغير معاجز عن تغيير ذلك التقدير كما يقول اليهود لعنهم الله وقالت اليهود يد الله مغلولة هكذا يزعمون بأن الله سبحانه وتعالى خلق العالم وجعل اليهود الشعب المختار وألان ما يقدر يغير من العالم شيئا فالناس عندما يظلمون اليهود حسب زعمهم الله سبحانه وتعالى يجلس ويبكي عليهم ودموع تسقط على الباحر والبحر يرتطم وهذه السيول والأمواج وكذا هذه من دموع الراب هكذا يزعمون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا نحن نقول لا الله قادر قدر الموت لهذا الإنسان وهو قادر على تغيير التقدير لماذا قدر ويغير التقدير هذا لصالح الناس حتى الناس يدعون حتى الناس يتصدقون حتى الناس يصلون الرحم لأن الإنسان إذا وصل الرحم الله سبحانه وتعالى يضيف على عمره وإذا قطع الرحم الله سبحانه وتعالى ينقص من عمره الله قدر له العمر الأكثر لكن في نفس الوقت قادر على تنقيص أو تزيد لماذا يفعل هكذا حتى إحنا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى نعبد ندعو نكون عبيداً لله سبحانه وتعالى لأن الإنسان اليائس الإنسان اليائس لا يعمل الخيرات ولا المبرات لماذا الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة سؤال مع أنه قبول التوبة هو مواجب لا عقلاً ولا قانوناً يعني حتى الآن في قانون الوضعية اليوم إذا مجرم ارتكب جريمة وتاب يقبلون توبة لا يعتقلوا ويعاقبوا على جريمته أياً كانت هذه الجريمة حتى لو متندم يقول أنت متندم ما يخالف بس ارتكبت جريمة ولا تغفر هذه الجريمة لك إلا أن تعاقب لكن الله سبحانه وتعالى مع أنه كان يتمكن ويقدر على أن لا يقبل التوبة وإذا ما كان يقبل التوبة مو مشكلة أن الإنسان ارتكب جريمة باختيارة يجب أن يعاقب عليها يدفع الثمن لكن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى خلق الناسهم وخلقهم حتى يعذبهم الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليرحمهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الله خلق الناس أجمعين ليرحمهم فلذلك أي سبب يكون سبب لرحمة الناس الله سبحانه وتعالى جعله حسنا إذا واحد بسوء اختياره كل هذه الأسباب رفضها فهذا إذا عذب بسبب سوء اختياره الله فتح باب التوبة لماذا؟ لأن الإنسان إذا ارتكب ذنبا وقال لولا خلاص أنت من أهل جهنم وماكو مجال لقبول التوبة فهذا ينغمس في المحرمات يقول ما دام أنا أهل جهنم زين فلماذا لا ارتكب سائر المحرمات؟ لكن الله سبحانه وتعالى جعل باب التوبة مفتوح حتى إذا الإنسان ارتكب محرم وإذا متندم يكون باب التوبة مفتوح أمامه ارجع ما يخالف ولذلك جعل اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى من أكبر الذنوب إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فإذا الإنسان ارتكب أي من المحرمات أراد أن يتوب توبة حقيقية الله سبحانه وتعالى يقبل توبته بشروطها طبعا فالبداء يعني أن الله سبحانه وتعالى يغير ما قدره هذا الشيء يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويفتح الباب أمام الإنسان للعبادة ولإصلاح ما أفسده في الماضي بسيحنا ما علينا ببعض العامة والوهابيين وكذا يهرجون ضد الشيعة أن الشيعة يقولون بأن الله جاهل لهذا يغير رأيه وما إلى ذلك هذا من التهريج والأكاذيب التي يروجونها دائما ونحن لا نخشى من أكاذيبهم ولا تهريجهم ولا ما يقولون لماذا؟ لأن هذا الحق الله سبحانه وتعالى الآيات القرآنية الروايات حتى رواياتهم هما في صحيح البخاري بصحيح عدهم موجود البداء أصلا نص الحديث أن أقرع وأعمى وأبرص في بني إسرائيل بدى لله أن يبتليهم أو أن يمتحنهم في مسند أحمد بن حنبل عدهم في كتب أخرى عدهم نفس الشيء اللي موجود في كتبنا لكن واحد إذا يريد يهرج بعد تهريج بابا مفتوح ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله كلما يكذبون أكثر يتضررون أكثر والحمد لله الناس كثير منهم يفهمون فعندما يقارنون بين الحق وبين الكذب يرجحون الحق وعلى رغم ما يصرفون من المليارات نرى أن كثير من الناس بدأوا واستمروا في الانتماء إلى مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذه فرصة مناسبة لكي الإنسان يصلح شأنه يصلح أمره إذا انفرط في حقوق الله سبحانه وتعالى فبالتوبة والتضرع والتوسل والاستشفاع بالرسول وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام يصلح أمره وإذا حقوق الله صلاة صوم حقوق المالية الواجبة يؤدي هذه الحقوق وإذا حقوق الناس فيؤدي حقوق الناس لأن حقوق الناس هي حقيا هم حق الله وهم حق الناس يعني إذا واحد سرق فهذا تعدي على حق الله لأن الله حرم السرقة فهو تعدي على حق الله وسرقة أموال الناس تعدي على حق الناس فحقوق الناس التعدي عليها تعدي على حق الله وحق الناس أما إذا واحد ما صلى هذا فقد تعدي على حق الله سبحانه وتعالى فحقوق الناس إذا في ذمة يؤديها حقوق الله في ذمة يؤديها إذا عند بعض الخلافات العائلية والاجتماعية يحاول أن يصلحها وإذا هو صالح يزيد من صلاحه لأن الصلاح درجات ويزيد من تزكية نفسه حتى الله سبحانه وتعالى أيضا ينظر إليه بعين رحيمه إذا مقدر إلى تقدير سيء سيء إلى هذا الشخص يغير تقديره إلى الأحسن وإذا الله سبحانه وتعالى ميريد تغيير تقديره لأي سبب من الأسباب يزيد من ثوابه ويزيد من درجاته فهذه فرصة مناسبة واحد يستفيد منها وخاصة الإنسان المسافر منقطع عن التزاماته الاجتماعية والعملية وما إلى ذلك فرصة أكثر فهذه فرصة مناسبة لتزكية النفس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكن نفوس تسكن نفوس